وإلى العلاقات المصرية السعودية حيث قال المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة إن مصر والسعودية تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي أضف قبيل إلى أن ما تم التوصل إليه خلال فعاليات اللجنة المصرية السعودية التي اختتمت أعمالها بالأمس يمثل خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية حيث ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات الذات الأولوية وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع نظيره السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وذلك قبيل مغادرته العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى القاهرة بعد ترأسه وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزرية المصرية السعودية المشتركة في دورتها السادس عشر والتي عقدت برئاسة وزيرة التجارة في البلدين